مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين في المواقع المحلية تكريم واحتفاء غير مسبوق بالفنان أيوب طارش وفي الصحوة نت الرسالة الأخيرة لوالدة الصحفي معتقل لدى الحوثيين بلغوا حسن سلامي وقولوا له كنت أريد رؤيته وفي المصدر أونلاين ميليشي الحوثي تفرض ضريبة على كل عملية يجريها الأطباء في المستشفيات الخاصة تصدر خبر تكريم مؤسسة توكل كرمان وقناة بلقيس للفنان أيوب طارش عبسي المواقع الإخبارية ورصدت تقارير إخبارية مجريات التكريم وردود الأفعال ونطالع مما جاء في الموقع بوست والذي عنوان تكريم أيوب طارش حدث يبهر اليمنيين ويذكر برصيده الفني أيوب طارش المعروف شعبيا بعندليب الأشجار فنان وملحن وعازف وموسيقار يمني شهير ولد عام 1942 عرف بأغانيه العاطفية وأغانيه الوطنية الثورية وهو ملحن النشيد الوطني للجمهورية اليمنية منذ وحدتها عام 1990 حتى يومنا هذا ووفقا للموقع يأتي تكريمه تقديرا لجهوده في ظل إهمال متعمد من الجانب الحكومي حاليا إلى جانب مسلسل طويل ومتكرر من الإهمال لجميع الحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية وفي السياق ذاته قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كربان إن أيوب ليس مجرد فنان عابر لقد كان وما يزال حالة نادرة في حياة شعبنا ومجتمعنا اليمني كله حالة استثنائية أفرزتها اليمن في لحظة تاريخية مهمة وعضافت الفن ذاكرتنا وأيوب طارش صوتنا الذي يذكرنا بأننا شعب لا يموت ويمن يأبى الانكسار أمام الضيم والظلم والظلام موقع بوابة وصف تكريم الفنان أيوب بأنه حدث غير مسبوق وعنون الموقع في صفحته الرئيسية تكريم واحتفاء غير مسبوق للفنان أو لفنان الوطن أيوب طارش وقال الموقع الفنان طارش يبلغ من العمر 77 عاما حيث يعود ميلاده إلى أربعينيات القرن الماضي عصر ثورة سبتمبر الخالدة وثورة أكتوبر المجيدة غنى لهما ولحن أغاني عديدة للشاعر الكبير عبدالله عبدالوهاب نعمان كما غنى للوحدة اليمنية قبل قيامها واحتفى بها بعدد من أغانيه بعد قيامها أيضا كما أبدع أيوب العديد من التواشيح الصوفية والترنيمات غاية في الجمال والإبداع بدوره خصص موقع قناة بلقيس الإخباري صفحته الرئيسية لتغطية فعاليات تكريم أيوب وأبرز عددا من العنوين منها قناة بلقيس ومؤسسة توكل كرمان تحتفيان بالفنان الكبير أيوب طارش ومن العنوين توكل كرمان نحتفي بأيوب عرفانا بجهوده الفنية وتاريخه النضالي الكبير وعنوان الصحفي والشاعر أحمد الشلف نحتفي اليوم بأيوب صوت اليمن وضميره وعنوان مدير عام قناة بلقيس أيوب طارش توحدت عبره أفئدة اليمنيين بلال الطيب كتب مقالا تنشره بلقيس عن واحدة من أهم احتفالات التكريم التي حدثت مؤخرا وقال الطيب بكيت لبكاء الفنان الكبير أيوب طارش وهو يتحسر على عدم تكريم شاعر اليمن العظيم عبدالله عبدالوهاب نعمان في حياته وقلت في خاطري ما أروعه من وفاء وما أجملهما من ثنائيين يكملان بعضا ولا قيمة لأحدهما دون الآخر وفرحت لفرح فناننا الكبير وهو ينتشي بلحظات تكريمه ويبادل محبيه قبلات الوفاء من شفتيه الضامئتين فيما ضوء الحب وشع من عينيه المنهكتين وصوت الصدق ينداح من حنجرته الذهبية التي لا تتكرر شكرا لتوكل كرمان التي أفرحت فناننا المحبوب وشكرا لفناننا أيوب الذي أفرحنا بفرحه وشكرا لكل من شارك في صناعة تلك الاحتفائية التكريمية المميزة التي كم كنا في ظل هذا الوضع البائس بحاجة إليها استعدنا من خلال لحظات الفرح تلك قصة حبنا الأزلي قصة عشقنا للأرض للإنسان تلك القصة التي بدأت فصولها تتشكل من صبع العمر وفجر الشباب وصارت تفاصيلها تتجدد في يومياتنا بحلوها ومرها والعمر كما يقول فناننا المحبوب مشوار إما نار وإلا نعيم نجدها مع كل إشراقة صبح وفرحة طائر وحنين مفارق ونداء مهاجر ومهيد بتول ورقصة راعي وعهد شواجب وصمود ثائر وخشوع زاهد إلى ما هنالك من التعابير الأيوبي الجميلة أيوب ديمومة الحضور وقوة التمكن هو صوت الأرض ونبض كل قلب وعين كل فن كان وما يزال كبيرا بعطائه عظيما بأخلاقه خالدا بخلود هذا الوطن في حضرة أيوب طارش تتوه المفردات وتتلعثم الكلمات ولا يسعني إلا أن أقول له في كل لحظة وآن لك مني ومن كل محبيك عظيم المحبة والود وجزيل الشكر والامتنان قبل أن تموت والدة الصحفي حسن عناب المعتقل لدى ميليش الحوفي منذ خمس سنوات قالت عبارة واحدة فما هي وقد وردت في موقع الصحوانت بلغي حسن سلامي وقولي له كالنفسي أزوره الرسالة الأخيرة لوالدة الصحفي المختطف عناب وقال الموقع إن والدة حسن عناب توفيت بعد ثلاثة أيام من المعاناة والمرض وباء حمى الضنك والذي عاد ليزداهر مؤخرا في اليمن زوجة المختطف حسن عناب تحدثت عن آخر مكالمة مع والدة حسن قبل يومين من وفاتها لتسألها عن ابنها حسن المخفي في سجون الحوثيين بتهمة أنه صحفي وقالت إن صحتها لم تعد تتحمل مشقة السفر تضيف والدته بصوت شاحب وخافت بلغي حسن سلامي وقولي له أمك كان نفسها تزورك ابتدعي لك واصل وما تنساك تقول الزوجة لا أدري الآن ماذا أقول لحسن إذا تمكنت من زيارته هل أقول له أمك تبلغك السلام أم عظم الله أجرك ووفق عائلة حسن تمكنت والدته منذ اختطاف ميليشي الحوثي له مع تسعة من زملائه الصحفيين عام 2015 وحتى وفها الأجل تمكنت والدته وبعد محاولات وانتظار لأيام في بوابات السجون من زيارته ثلاث مرات فقط وتحدثت المواقع وتحدث الموقع عن معاناة أقارب المعتقلين فهم أيضا يعيشون وضعا اقتصاديا وإنسانيا لا يطاق جراء خسارتهم لاعتقال العائل الوحيد إضافة إلى الحزن وألم الشوق والقهر الذي قضى على عدد من أمهات وأبناء المختطفين استفحال المحنة العربية تحت هذا العنوان كتب مالك التوريكي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي يبدو أن التاريخ يطلب من الشعوب العربية ما لم يطلب من سواها شعوب تصبر على التغيان والظلم والفساد والإثراء الفاحش والإفقار العام عقودا تلو عقود ولما يطفح الكيل مثل ما حدث في سوريا عام 2011 وأحدث في الجزائر منذ عام 2018 وفي لبنان والعراق هذا العام تخرج الشعوب في احتجاجات سلمية ذات رسالة واضحة وجوبوا زوال المتصلتين والفساد بأجمعهم فتقابلوا إما بالعنف والتقتيل كسوريا والعراق أو بالتعنت وتصنع الصمم وعدم الفهم كالجزائر واللبنان فماذا بقي للشعوب العربية أن تفعل بعد كل هذا الصبر والمصابرة وبعد كل هذه الألام والتضحيات ما عساها تصنع الآن وهي ترى أن شعوبا أخرى في أوروبا الشرقية مثلا قد نالت قبل ثلاثين عاما بالضبط حريتها وحقها في تقرير مصيرها بتضحيات أهونة وباحتجاجات أقل إن أخوف مخاطر استفحال هذه المحنة العربية المتمثلة في عداوة الدولة ضد الأمة هو أن ينهار السلام الأهلي وتعم الفوضى بعد أن صارت الشعوب تعلم علم اليقين أن لا عدو لها يحول بينها وبين العيش الكريم إلا الفئات الحاكمة المتسلطة على رقابها بإسم الوطنية والاستقلال والصمود والتصدي ضد المؤامرات الخارجية ولا شك أن أقوى تعينات هذه العداوة المستحكمة بين الشعوب والفئات الحاكمة إنما توجد في الجزائر ذلك لأن الحالة الجزائرية هي الأبلغ نطقا على مدى العقود بشدة رداءة أنظمة الحكم العربية وعدم كفاءتها إذ لولا أن الحكام الذين تعاقبوا منذ 2003 على نهب العراق قد بلغوا في الفساد وفي التفنن في إفقار الشعب وإفراغ البلاد من مقومات الحياة مدى يصعب أن يستوعبه الخيال لجاز القول إن النظام العسكر في الجزائر هو أجدر أنظمة الحكم العربية بالفوز بجائزة عدم الكفاءة وسوء الأداء فرضت جماعة الحوثي ضريبة دخل جديدة على أطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفق ما أفاد به مصدر خاص للمصدر أونلاين والذي عنوان ميليشيا الحوثي تفرض ضريبة على كل عملية أجريها الأطباء في المستشفيات الخاصة واضح المصدر الذي يعمل في أحد المستشفيات أن مصلحة الضرائب بأمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة شكلت لجنة لنزول إلى المستشفيات الخاصة في صنعات وإلزام إدارتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة الحوثيين وذلك بخصم ضريبة دخل على كل عملية نجريها المستشفى عند استضافة أطباء من الخارج بمقابل ونص التوجيه على خصم نسبة 4% في حال كان لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15% على أن تورد هذه النسبة لحسابات المصلحة إلى ذلك كشف المصدر عن حملة مضايقة يتعرض لها الأطباء الاختصاصيون في المستشفيات الحكومية والخاصة من قبل سلطة الحوثيين بهدف إجبارهم على العمل دون مقابل وخصوصا في مجالات العظام لمعالجة جرح الميليشيا وعضاف المصدر أن وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة الجماعة تلاحق الأطباء في القطاع الخاص حيث أصدرت تعميما للمستشفيات الخاصة بإيقاف أي طبيب يعمل لديها وهو منقطع عن دوامه الحكومي المصدر أفاد أيضا أن أغلب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي اضطروا للبحث عن عمل في المستشفيات الخاصة بسبب عدم قيام الجماعة بصرف مستحقاتهم مؤكدا أن أغلبهم يعملون في الدوام المحدد إلا أن الجماعة تطلب منهم دواما إضافيا لاستقبال الحالات خارج دوامهم بهدف علاج جرح الميليشيا المحاصصة بدلا من المواطنة تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله المنشور في صحيفة الغد أغلب الدول العربية كرست المحاصصة بشكل معلن أو سري وهذه المحاصصة جاءت بديلة عن المواطنة ونرى هذه الأيام كيف أن مبدأ المحاصصة ينحر دولا عربية في لبنان خرج اللبنانيون بعد عشرات السنين من المحاصصة وتوزيع المواقع على أساس ديني وطائفي ومذهبي ليعلنوا أنهم يريدون طريقة أخرى في صناعة حكوماتهم وبرلمانهم بعد أن أدت هذه التقسيمات إلى تناحر المكونات وتحولها إلى جزر داخل كل بلد والأمر يمتد إلى القصة في العراق الذي برغم تكوينه الداخلي إلا أنه لم يعرف المحاصصة إلا بعد العام 2003 وعلى يد الأمريكيين وبحيث جاءت المحاصصة بمثابة تكريس للانقسام الداخلي فالرئيس محدد عرقه مسبقا بحيث يكون كرديا ورئيس الحكومة يجب أن يكون شيعيا ورئيس البرلمان من الطائفة السنية قصة المحاصصة خطيرة جدا سواء تمت صياغتها عبر الدساتر أو القوانين أو التفاهمات والأزمة الكبيرة تكمن في إصرار النظام الرسمي العربي على تشضية البنية الداخلية عبر المحاصصة غابت العدالة واختفت المساواة واستثمر الرسميون في فرقة الناس وإثارة مخاوفهم من بعضهم البعض من أجل أن يستمر النظام الحاكم وحين يقع الفأس في الرأس وتحدث حروب أو أزمات أو انقلابات تخرج كل التناقضات على السطح منذ استقلال أغلب الدول العربية حتى يومنا هذا لم يسعى نظام الرسمي عربي واحد إلا ما ندر من أجل بناء دولة مواطنة فالمحاصصة في كل شيء سواء قيلت علنا أو كانت لغة سرية يفهمها الكثيرون وبهذا المعنى يأتي السؤال حول المستقبل الذي ينتظر العالم العربي على خريطة الأمم تقف مذهولاً فأين نحن؟ هل نحن أمة ثراء ومال وتجارة؟ أم أمة علم واختراعات؟ أم أمة تدين وفقهاء؟ أم أمة تنقسم شطارياً كل يوم؟ فلا تجد إجابة محددة سواء أن الليلة طويل وأن التغيير والإصلاح عنوانان مستحيلان في هذه المنطقة أمام دعوات للتهدئة والانخراط في الاتفاق بشكل إيجابي مع التغاضي عن المنغصات الحوثية التي ترافق التزامات الجماعة يفضل يمنيون أن لا تجري إعادة التجارب مع الحوثيين الذين خاضوا ستة حروب مع الدولة اليمنية منذ عام 2004 ووفقاً لتقرير نشرت صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت مطالب يمنية بضغط عسكري لإنجاح استوكولم وتحذير من سيناديو الحرب الثالثة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث يقول حول اتفاق استوكولم إن كثيرين وأنا واحد منهم يعتقدون أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل بكثير في تنفيذ اتفاق استوكولم وقال المبعوث الأممي كنا على شفى وقوع هجوم على مدينة الحديدة وموانئها معاركة كانت ستؤثر على مركزين حيويين للبرنامج الإنساني يضيف تم تجنب تلك المعركة وقد تمكننا من تجنبها حتى الآن كان هناك وقف لإطلاق النار بشكل أو بآخر في الحديدة يتابع لا يزال يتعين علينا أن نرى عمليات إعادة انتشار كبيرة لتجريد مدينة الحديدة من السلاح وهذا لم يحدث بعد ما زلنا نتفاوض عليه والأمم المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق وبدوره يرى المبعوث الأممي أن ما تعلمه حقا وبقوة أن هناك بعض القضايا التي لن يتم حلها عن طريق الاتفاقات على المستوى دون الوطني اتفاقات محددة في أماكن مختلفة ويقول علينا أن نعالج القضايا الأساسية المتمثلة في السيادة والشرعية من خلال اتفاق لإنهاء الحرب تصغر الدول عندما تصغر أفكار وتصورات قادتها المملكة المتحدة التي خطط ساستها الجدد لفك ارتباطها عن الاتحاد الأوروبي الذي لم تحصل عليه بعد تواجه الآن رغبات جديدة داخلها للاستقلال وهذا معناه أن كل انفصال هو دعوة لانفصال أصار ووفقا لصحيفة الصاندي تليغراف لا يمكن للوسكتلنديين البقاء ضد رغبتهم وفي إشارة إلى تصريحات زعيمة الحزب القومي لسكتلندي نيكولاس تريجن قال التقرير إن سكتلندا لا يمكن أن تحبس ورئيس الوزراء بوريس جونسون سيضطر للاستسلام ويعطائها حق إجراء استفتاء ثاني على الاستقلال لأنه لا يستطيع حبس سكتلندا ضمن المملكة المتحدة وعضافت الوزيرة الأولى أنه على المدى القصير ستستعصي حقيقة فوز حزبها الساحق في الانتخابات على حزب المحافظين مؤكدة أن تعهد جونسون برفض منحها صلاحيات جراء استفتاء آخر طالما ظل رئيسا للوزراء وفي تحدي مباشر لرئيس الوزراء قالت ينبغي عليه أن يتحلى بشجاعة أدبية ويعطي حق تقرير مستقبل أبناء سكتلندا ضمن المملكة المتحدة للشعب السكتلندي في تصويت منفصل ويختم الكاتب تقريره بما قالت الوزيرة إن الخطر الكبير الذي يواجه حزب المحافظين في سكتلندا ويعرفه قادتهم هو أنهم كلما حاولوا الوقوف ضد إرادة الشعب السكتلندي فإن هذا يوضح مدى احتقارهم للديمقراطية السكتلندية وهو ما يعزز تأييد السكتلنديين للمطالبة بالاستقلال منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي تجتاح موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة جميع أنحاء العراق وأشاركت جميع فئات المجتمع عبر مختلف الطوائف في تلك الاحتجاجات لكن النساء لعبنا دورا قياديا غير معتاد في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكري بشكل تقريدي وقد برز الاحتفاء بأهمية المرأة في اللوحات الجدارية التي ظهرت في جميع أنحاء العاصمة بغداد ونشرتها البي بي سي نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قدرة ساحرة على السخرية وممارسة النقد ببلاغة عالية بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصاها رسالة من الفنان إلى المشاهد في سياق مشترك قائم على بنية الواقع الذي يعيشانه معاً متابعاً ترجمة نانسي قنقر بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك السحافة نشكركم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء